مياه الفيضانات تقترب من عاصمة تايلند هذه المشاهد على بعد بضعة كيلومترات من شمالي بانكوك الهدف هو حماية المدينة وسكانها الاثنى عشر مليون نسمة انه وقت عصيب لأولئك الذين يعيشون داخل الحواجز الحامية من الفيضانات وضعت المزيد من اكياس الرملي في الخلف في الامام الحاجز يحمينا اذا انكسر سنكون في ورطة ولكن ليس بيتها الوحيد هو الذي سيتضرر الحاجز هنا مهم اذا انكسر المياه ستغمر بانكوك المد والجزر يقلقان الناس ولكن يبدو ان السلطات تفوز في هذه المعركة اذا بقي الجنود والسكان يراقبون الوضع انا واثق من ان بانكوك لن تواجه اي مشاكل تايلند تواجه اسوأ الفيضانات منذ عقود ثلث محافظات البلاد تأذت وقتل نحو ثلاثمائة شخص فيما تضررت ملايين المنازل شانرات وونكفيت يعيش خارج الجدار الذي يحمي بانكوك منزله غمرته المياه واسرته تعمل على ضخ المياه على مدار الساعة يحاولون حماية المنطقة التي ستؤثر على البلاد اقبل ذلك ولكن المساعدات بحاجة للاستمرار في الوصول الى الناس الذين هم في ورطة الصين اليابان والولايات المتحدة هي من بين الحكومات الاجنبية التي تقدم المساعدة قد تكسب بانكوك معركتها ضد الفيضانات ولكن ملايين اخرين في انحاء البلاد بحاجة الى المساعدة